جالاكسي A6T مع ثقم في الشاشة وكاميرا ثلاثية وينتبه لفئة الهواتف متوسطة المواصفات والأسعار فلنتعرف عليه الهاتف جاء بإطار معدني مع هيكل مصنوع من مزيج من البلاستيك والزجاج ومستشعر البصمة في ظهر الهاتف احتفظت سامسونج بمدخل سماعات الأذن 3.5 مليمتر ومن الخلف يضم ثلاثة كاميرات بشكل طلي وأسفلها فلاش جاء الهاتف بسماكة 7.9 مليمتر الشاشة مقاسها 6.3 إنش بدقة FHD Plus من نوع TFT LCD بكثافة 409 بيكسل بالإنش وتشغل مساحة 91.8% من مساحة الهاتف الكلية يدعم الهاتف نظام الدفع الإلكتروني سامسونج بي ولكنه لا يدعم مقاومة الماء والغبر لا يحتوي الهاتف على سماعات خارجية في الأعلى ولكنه جاء بتقنية Screencast والتي تستخدم الشاشة بأكملها كمكبر صوت مثل هاتف LG G8 ThinQ من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام Android P المعالج سناب دراجون 675 ثماني نواة بتردد 2.0 جيجا هيرتز وهو نفس المعالج الموجود في هاتف Galaxy A70 وهو مناسب للاستخدام المتوسط ومعالج رسوميات من نوع Adreno 612 جاء الهاتف برام 6 جيجا بايت وذاكر التخزين داخلية بنسختين 64 و 128 جيجا بايت وممكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت الكاميرا الخلفية مكونة من ثلاث كاميرات الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بعدسة واسعة الزاوية بفتحة عدسة 2.2 والثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 لدعم عمق التصوير الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش مزدوج وتدعم HDR والPanorama أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بيكسل البطارية بسعة 3500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB من نوع C وسيتوفر بعدة خيارات من الألوان وسيبدأ بالتوفر لطلب المسبقي هذا الشهر في الصين بداية بسعر نحو 225 دولار لنسخة RAM 6 جيجا بايت وسعة 64 جيجا بايت وبسعر 300 دولار أمريكي لنسخة RAM 6 جيجا بايت وسعة 128 جيجا بايت دون تفاصيل عن موعد إطلاقه في أسواقنا العربية أخيرا الهاتف جاء بمواصفات أقل من Galaxy A70 حيث جاء بطارية أقل سعة وشاشة أصغر مع اختلاف بالتصميم الذي جاء بثقب بالشاشة وبصمة في ظهر الهاتف على عكس هاتف Galaxy A70 الذي جاء بنوتش وبطارية أكبر مع مستشعر بصمة مدمج بالشاشة تجدون تقريرنا عنه من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر